انتخابات الرئاسية وصفت بأنها ضمن الأشرس في تاريخ الولايات المتحدة حيث لا تتوقف عند تنفس العنيف بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامال هاريس بل في حجم القضايا والتحديات الداخلية والخارجية غير المسبوقة التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي فرئيس الأمريكي الذي يتولى منصبه في أواخر يناير 2025 لن يحتفل بفوزه بكرسي البيت العبيد طويلا نظرا لقائمة الأعمال والقضايا التي تحتاج لحلول جذرية فعالة وسريعة فعلا المستوى الداخلي الأمريكي يجد رئيس الأمريكي الجديد نفسه أمام عدد من التحديات التي تشغل الرأي العام الأمريكي بداية من الاقتصاد الأمريكي بما يتضمنه من مواجهة التضخم وارتفاع أسعار تكلفة المعيشة ونسب البطالة العالية وصولا إلى قضيات الهجرة غير الشرعية والعدالة الاجتماعية وقوانين الصحة العامة وذلك مرورا بميزانية التسليح وزيادة واتيرة الانتاج أما على الصعيد الدولي فتعد ترابط الشرق الأوسط المتصاعدة والخرب الروسية الأوكرانية المستمرة على رأس قائمة التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي الجديد بتوازي مع أزمة تزايد الدعم العسكري الأمريكي لحلفاء واشنطن يأتي ذلك إلى جانب التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية ومحر الصين الجنوبي وأزمة تايوان فضلا عن التنافس القوي لاحتواء الصين الصعيدة في كل المجالات والتي تعتبرها الولايات المتحدة التخدي الأكبر في وثيقة الأمن القومي الأمريكي قائمة من الأعمال الطويلة تبدأ في اللحظة الأولى التي تلي حفلة تنصيب الرئيس الأمريكي فالعشرين من يناير الفين خمسة واشرين والتي تكشف كل قضية منها عن سياسة أمريكية تدوم لمدة أربع سنوات